في خبر اخر دارست الحكومة في اجتماعها امس الاربعاء برئاستها الوزير الاول سيد ايمان بن عبد الرحمن عرضا حول مشروع تمهدي لقانون يعدل ويتمم قانون الاجراءات المدنية والادارية ويهدف الى تعزيز فعالية العدلة وتسهيل الولوج اليها وتحسين تسيرها حسب ما افاد بهم لمصالح او بين لمصالح الوزير الاول واضحت المصادر ذاتها ان المبادرة بمشروع تمهدي والتنظم قانون اجراءات المدنية والادارية تندرج في اطار استكمال مسار تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية من اجل اصلاح شامل وعمق للعدالة